خلونا في البداية نوجه كل التقدير والتحية لكل الأفراد المشتركين في هذا النجاح الكبير للرياضة ولكرة اليد المصرية أبطال بحق أبطالنا أبطال منتخب كرة اليد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين موليد عام 2000 هذا الجيل اللي عمره 18 أو 19 سنة على أقصى تقدير بيثبت للعالم كله وبيقدم نفسه للعالم على أنه حاليا بالأرقام مش أمور تحتمل الجدل أو الخلاف في الرأي أنه أفضل فريق حاليا في العالم في هذه المرحلة العمرية في كرة اليد مرحلة 18 و19 سنة هذا المنتخب أعتقد أن هذا النجاح الكبير اللي بيستحق مننا كل التقدير ليس فقط التقدير والسعادة بهذا النجاح الكبير لمصر والمصريين والرياضة المصرية وكرة اليد المصرية أبطالنا قدام حضرتك على الشاشة بل يحتاج أيضا إلى أن تقوم الدولة بإعادة الحسابات الخاصة بالإنفاق على الرياضة لأن هذه المنتخبات والعناصر المتميزة جدا اللي بتتفوق وتكون في الرياضة وفي الصدارة عالمية أنها تصل لأنها تكون أفضل فريق في لعبة جماعية فيها منافسة قوية وشرسة جدا زي كرة اليد فيها دولة أوروبية دائما أبدا ما كانت بتحتكر هذه البطولات لنفسها والدخول بينهم والتفوق عليهم والفوز عليهم في هذه المصابقة بالغة الصعوبة أعتقد أن يستحق إعادة نظر في بعض الأمور الخاصة بالإنفاق على الرياضة وأن الدولة تاخد اتجاه يشبه فكرة ربط الحافز بالإيجادة زي ما بنشوف في بعض الحوافز المالية الموجودة في بعض الأجهزة الحكومية أن الدولة كلما تلاقي عنصر سواء في اللعبات الفردية أو الجماعية متميز بهذا الشكل وبيصل للقمة عالميا أن ده يستحق أن تتبنى الدولة فنيا وإداريا وإعلاميا وماديا وماليا كل الأمور دي تستحق أن الدولة تتبنى هذا المنتخب وأعتقد أن ده اللي حيكون فيه اهتمام به في الفترة الجاية سواء من القيادة السياسية أو من المسؤولين عن الرياضة في وزارة الرياضة في اللجنة الأولمبية في اتحاد كرة الرياض أعتقد أن هذا المنتخب يستحق أنه يحصل على كل التقدير والدعم والاهتمام الفني في الفترة الجاية عشان نحافظ على نفس المستوى ده بل ويزيد إن شاء الله في الفترة الجاية مرة تانية مبروك لكل القائمين على إعداد وتجهيز هذا المنتخب نجمنا عضاء الجهاز الفني واللاعبين والنجوم اللي تفوقوا على طبعا كل نجوم العالم المتميزين في هذه المرحلة العمرية مرحلة موليد عام 2000 في كرة اليد وان شاء الله تستمر النجاحات ومبروك للشعب المصري والجمهور الرياضة المصري ومهور كرة اليد على وجه التحديد